مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حكايات عربية أتمنى أن يعجبكم قبل أن نبدأ أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في القناة لكي تتواصلوا بجديد الفيديوهات في يوم من الأيام أحب شاب الفتاة وتزوجها عاش بسعادة وظن هذا الشاب أن هذه السعادة دائمة ومرت الأيام والسنوات وبعد عشرة سنوات من الزواج السعيد ألو الأستاذ عبد الله أجل أنا معك مشفى نور الصحة إن زوجتك في غرفة العمليات تلد طفلا ولكنها في حالة حرجة برجاء الحضور سريعا قام عبد الله مسرعا وهو يقود السيارة بسرعة فائقة ويفكر في زوجته فرح وفي الأيام السعيدة التي مروا بها سويا وكان يبتسم ثم تذكر الأيام الأخيرة لها في الحمل وكم كانت تعاني من المرض والتعب فبدأت دموعه تتساقط وصل عبد الله للمشفى ودخل سريعا خرجت زوجته من العمليات وقد ولدت طفلا جميلا ولكنها متعبة مرهقة مضى يوما وما زالت فرح مريضة دخل الطبيب إلى حجرة فرح ليطمئن عليها ولكنه سرعان مصفر وجهه فخرج واستدعى عبد الله وأخبره بالحقيقة المؤلمة أن نبضات قلبها ضعيفة ولديها نزيف كما أنها لن تستطيع العيش سقط عبد الله على الأرض وهو يبكي بصوت عالي ولكنه سرعان ما تدارك نفسه وقال إنها ستذهب وتتركني يجب أن أمضي معها ما تبقى من وقت اتصل على أخيه فأحضر أولاده ليروا أمهم وذهب ليجلس معها فبدأت فرح تتكلم عبد الله أعلم أني لن أعيش طويلا لقد عشت معك أجمل أيام حياتي لم تجعلني أبكي مرة واحدة كنت نعمة زوج أرجوك حافظ على أبنائنا علي وفرح ومحمد وخاصة محمد فهو رضيع وسيحتاج لعناية فأنا يتيمة وأنت اهتممت بي جيدا فأرجوك اهتم بهم فهم سيكونون أيتام أيضا وأدعو الله أن نلتقي في يوم لا شفيع فيه إلا محمد مضى اليوم وهي جالسة مع زوجها وأولادها وتحاول أن تتماسك ولكن دون جدوى فقد جاء وقت رحيلها رحلت فرح وتركت وراءها طفل رضيع وفتاة عمرها ست سنوات وطفل عمره تسع سنوات تعب عبد الله تعبا شديدا حزنا على زوجته ولكن زوجة أخيه ظلت خلفه تقنعه بأنهم أطفال وسيحتاجون من يرعاهم وأقنعته بالزواج بامرأة لتربيهم فقط لتربيهم فوافق فأحضرت له أختها وقد قال لها ستكونين فقط أمًا وليس زوجة ووافقت ولكن ما خفي كان أعظم تزوج عبد الله منها وجعل لها غرفة مع الرضيع فكان يسفر كثيرا من أجل العمل وعندما يعود ينام مع فرح وعلي ومرت الشهور ولكن هذه المرأة الحقود لم ترضى بهذا الوضع فقد تزوجته من أجل ماله فكانت تهمل الرضيع وتهمل الأطفال وأصيبت فرح بحالة نفسية فلم تكن تتكلم وكان يلزمها علاج نفسي فأهملتها وكانت تأخذ المال الخاص بالجلسات العلاجية وتنفقه على نفسها تقدم لهم أسوأ طعام وتأكل هي مالذة وطاب وكانت تهددهم أنهم إذا أخبروا والدهم سوف تعاقبهم وبعد شهور بدأت تتودد لعبد الله وتقترب منه حتى وقع في شباكها ومضت الأيام وفي أحد الأيام ذهب علي كالعادة ليحضر فرح من المدرسة فوجدها تبكي بكاء مريرا فسألها ما الذي حدث؟ ولكنها لا تجيب جلس علي لجانبها على الأرض وبدأ بالبكاء وهو يقول لا أعلم ماذا أفعل فقط قولي لي ماذا حدث تكلمي كلمة واحدة فقط وبحق الله وبحق أمي التي توفاها الله سأحضر لك حقك بدأ صوت بكائها يعلو ويعلو ثم قالت لقد وبختني المعلمة قالت أن أمنا مهملة ولا تهتم بنظافتنا ولا بواجباتنا المدرسية ولا بشكلنا ملابسنا متسخة ومقطعة وقالت إنني لو بدون أم سيكون حالي أفضل سعق علي مما سمعه لقد تكلمت أخته وهي لم تنطق بكلمة واحدة منذ عام ولكنه سرعان ما تدارك ما سمعه منها وما قالته المعلمة لها وذهب لغرفة المعلمين وهناك حدث ما لم يكن يتخيله عقل دخل علي بأدب مستأذنا فوجد المعلمة جالسة مع المعلمين وهي تحكي عن أخته وتقول أنها فتاة قذيرة رائحتها سيئة ولا تقوم بالواجبات إن أمها مهملة وغير مرتبة فملابسها مقطعة فقاطعها علي عذرا سيدتي هل أنت معلمة فرح؟ استدارت المعلمة وقالت نعم إنها الفتاة القذرة الجاهلة في فصلي رد علي بأدب ولكن لما تنعتها بالقذرة والجاهلة إن أختي ليست بجاهلة فهي تطلع الأولى على المدرسة كل عام ردت المعلمة ألا ترى حالتها؟ وبدأت تسب في أمه مرة أخرى دمعت عينه وبكل هدوء رد عليها أن أختي ليست كما تقولين فقالت له من أنت في الأساس كي تدافع عنها بهذا الشكل رد قائلا إنه أنا اليتيم إنه أنا الذي من دون أم إن أمي التي تسبين فيها عند الله هل تعلمين سيدتي من هم الجهلاء حقا؟ إنهم أمثالك من يتكلمون دون علم بظروف وأحوال الآخرين تبا لمن هم مثلك ولكن الفضل يعود إليك في شيء واحد أنه بسبب جهلك وقلة احترامك للآخرين تكلمت أختي إنني حقا أشكرك خرج علي وهو يشد أخته في يديه وقفت المعلمة من رد الطفل الصغير وجلست باكية فهي أيضا يتيمة ومرت بما مر به هذا الطفل وأخته خرج علي من المدرسة وفي قرارة نفسه أنه سيهتم بأخته وأخيه الرضيع محمد وقد أصبح الطفل ذو العشر سنوات رجلان ولكن هذا لم يكن كل ما في الأمر فقد كانت تنتظره مفاجآت غير سارة في المنزل ذهب علي إلى البيت أخذ ما كان في حصالته وذهب ليشتري لأخته ثوبا جديدا للمدرسة وكان فرحا جدا ولكنه عندما عاد للمنزل وجد فرح باكية وزوجة أبيه تتحدث في الهاتف يا عبد الله إن محمد قد مارض مرضا شديدا وقد توفاه الله فلتأتي مسرعا عندما سمع ذلك بدأ بالبكاء وهو يصرخ ويقول لقد كنت تهملين التطعيمات متعمدة ولقد كان مريضا منذ عدة أيام وحرارته مرتفعة لقد كنت أهتم به ولكنك رفضت أن تذهبي به للطبيب لقد سمعتك وأنت تتحدثين على الهاتف وتقولين متى أتخلص منه سوف أخبر أبي بكل شيء اقتربت منه زوجة أبيه وأمسكت وجهه بيدها وقالت إن أخبرت أبيك بهذا فسوف أنتقم منك وسأقتل أختك فرح أيضا خاف الطفل من أن يفقد أخته أيضا فأخذها وذهب لأخيه الرضيع وهو يبكي بجانبه ويقول أن الله هو حسبي وأنه هو نعم الوكيل أقبل منتصف الليل ودخل عبد الله ليحتضن طفله الرضيع ويبكي ويكلم نفسه لقد أحضرتها لكي ترعاك فلماذا تركتني وذهبت وهو يبكي والأطفال يبكون قالت فرح بصوت يكاد يكون مسموع أنا سأفتقدك وعندما سمعها عبد الله سقط على رقبتيه لقد تكلمتي أخيرا تكلمتي وأخذ يشكر زوجته لأنها قامت برعايتها والاهتمام بجلسات العلاج حتى تعافت وهو لا يعرف شيئا دفن عبد الله الطفل ستبدأ حياة غريبة جميلة قاسية مليئة بالأحداث التي سنراها في الجزء القادم من القصة التي يعيشها الأخوان فرح وعلي اكتبوا تعليقا أسفل الفيديو لكي يصلكم الجزء الثاني فور نزوله على القناة أتمنى أن تكون القصة أعجبتكم وأفادتكم ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة لتتواصلوا بجديد الفيديوهات